بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي نعيش فيه حول سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مكانته في القرآن حول حديث القرآن عن سيدنا العدنان صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم فقال يا آدم يا نوح يا داود يا هود حينما أراد الحق سبحانه وتعالى الحديث عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاطبه باسمه العلم وإنما قال له يا أيها النبي يا أيها الرسول وحين خاطبه ربه جلا في علاه بقوله محمد بهذا الاسم العلم قال محمد رسول الله أتبعه بالنبوة والرسالة ليثبت لهذه الأمة وليثبت لقريش ولمن سيأتي إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها أن هذا النبي صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الزكي إنما هو نبي ورسول أرسله ربه سبحانه وتعالى بالنبوة والرسالة وشرفه بالنبوة والرسالة فقال محمد رسول الله فربنا حين أراد أن يخاطب حبيبه وحبه خاطبه بيا أيها النبي في ثلاثة عشر موضعا ثلاثتاشر موضع يا أيها النبي وفي موضعين يا أيها الرسول وللعجب أن هذه المواضع في قوله يا أيها النبي إنما كانت في العهد المكي وهنا دلالة إذ عالوا من الله تبارك وتعالى لكريش الذين يتطاولون على المقام الشريف لسيدنا رسول الله وعلى هذا الجناب المحمدي صلى الله عليه وسلم فيقولون في حقه هو ساحر هو شاعر أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة فجاء الحق سبحانه وتعالى ليخاطبهم وليبين لهم فيقول الحق يا أيها النبي إذ عان من الرب العلي بمكانة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وليبين لهم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي النبوة والرسالة وإنما أنا أرسلته بهذه النبوة والرسالة إذ عان من الله بيان لمكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بساحر وليس بشاعر وليس بكاه كما أنتم تزعمون أو كما أنتم تدعون في حقه صلى الله عليه وسلم فكان هذا في العهد المكي ثم جاء القطاب بعد ذلك في العهد المدني ليبين يا أيها الرسول هذه مكانة عظيمة لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أقسم الله تبارك وتعالى والله حين يقسم لا يقسم إلا بعزيز وما أقسم الله بحياة نبي من الأنبياء إلا بحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ومكانة وفضل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله في حقه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون بل جاء القرآن ليبين لنا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو بشر لكن بشريته ليست كبشريتنا ولم لا والناظر في أواخر صورة الكهف يجد أن الله تبارك وتعالى قال قل يا أيها النبي أو قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه نعم أنا بشر مثلكم لكن القضية يوحى إليه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه فهذا الوحي الإلهي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمكانة سيدنا رسول الله بل الله حين تحدث عن القرآن بيان لنا أن القرآن كتاب أو كتاب هداية وكتاب نور وكتاب رحمة وحينما تحدث عن سيدنا رسول الله تحدث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النورانية التي أوجده ربه سبحانه وتعالى فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين فهذا العطف يفيد المغايرة النور هو من هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب المبين هو القرآن والله حين تحدث عن ذاته وليس كمثله شيء الله نور السماوات والأرض وحين تحدث عن القرآن تحدث عن القرآن بأنه كتاب نور يأخذ بأيدي الناس من الظلمات إلى النور وليخرجهم من الظلمات إلى النور هكذا كان الحديث عن سيدنا ومولانا رسول الله والحديث في القرآن عن سيدنا ومولانا رسول الله حديث ممتع وشيق يا ليتنا نقف على مبناه وعلى معناه لنتعلم كيف خاطب ربنا حبيبه وحبه في القرآن الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من علوم القرآن وأن يفهمنا من فهوم القرآن اللهم آمين وشكر الله لكم حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته